تشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي جرعات التطعيم المضاد لفيروس كورونا في إطار الحملة الوطنية للتطعيم نعم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئتين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون ومئة وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة ألف شخص